تعالوا بقى نتكلم شوية عن زيارة ألمانيا الحقيقة هي من الزيارات المهمة جدا وتفاصيل الزيارة دي يعني محتاجين نحن فعلا نتعرف عليها وخلونا كده نشرح التفاصيل الحقيقة زيارة الرئيس السيسي إلى ألمانيا شهدت الحقيقة زخم كبير وأحداث كبيرة جدا وجدوى الأعمال مكثف ومزدحم منذ لحظة وصوله إلى العاصمة الألمانية بيرلين استهل الرئيس نشاطه في مقر إقامته بلقاء رئيس مؤتمر ميونيخ للسياسات الأمنية ورؤساء الشركات الأعضاء في الاتحاد الفدرالي الألماني للصناعات الأمنية والدفاعية وأيضا طلق دعوة للمشاركة في أعمال الدورة القادمة لمؤتمر ميونيخ للأمن دي كانت نقطة مهمة جدا كمان التقى الرئيس السيسي بنظيره الألماني فرانك فالتشتايمير وكان في استقباله فور وصوله إلى مقر قصر الرئاسة الألمانية وقع الرئيس السيسي كمان في سجل التشريفات في القصر تلاها لقاءات عديدة بقى مع مسؤولين ألمان في كل المجالات كان على رأسهم عدد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين عقد الرئيس كمان جلست مباحثات مشتركة مع وولف جانج شبلي رئيس البرلمان الألماني البونستاج وتناول تناولت اللقاء ده تناول علاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية وطبعا على رأسها مكافحة الإرهاب وقضايا كتير جدا تهم الدولتين الصديقتين أكد الرئيس السيسي على أن لقاءه مع المسؤولين ورجال الأعمال الألمان هدفوا التعريف بما يحدث في مصر بشكل رسمي طبعا حتى اللي سحموا منهم في مشروعات في مصر خلال السنوات اللي فاتت كمان بيعرفهم بتفاصيل أكتر أشاد الرئيس كمان بوقوف ألمانيا جنب مصر إشادة كبيرة جدا وقال أنه هو شاف من رجال الصناعة يعني رجال الصناعة لهم الألمان مدى التقدير والتعاون والتجاوب بشكل إيجابي جدا مع مصر وتواصلنا مع الشركة سيمونز قد إيه التواصل ده كان مصرم كان مصمر وكان التواصل ده فكرة رائعة ما كانتش مشروع أو ما كانتش مجرد مشروع حجم العطاء اللي تم تقديمه فيه هذا المشروع والتدريب المهني وإعطاء الفرصة للشركات المصرية في الشراكة في هذا المشروع الضخم وكمان تم عمل المحطات الضخمة وتطوير البنية التحتية للطاقة الكهربائية والغاز في مصر أيضا عقد الرئيس السيسي لقاء قمة مع المستشار الألمانية أندولي ميركل وده كان بمقر المستشارية الألمانية تنولت المباحثات دي جهود مصر في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وغيرها من القضايا بس دور كانوا أهم نقطتين يتكلموا فيهم كمان الضمانات اللي بتقدمها برلين لتحفيز الشركات الألمانية للعمل في مصر ده جانب اقتصادي يعني خاص بالاستثمار بالإضافة إلى دور ألمانيا في دعم القاهرة داخل الاتحاد الأوروبي بشكل كبير جدا تطرقت القمة كمان إلى الأوضاع الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر المشتركة ودعم أطر التعاون السنائي زي تلك الملفات في نهاية القمة عقد الرئيس السيسي وأنجولا ميركل مؤتمر صحفي عالمي تعالوا دلوقتي نشوف طيب نشوف بقى مع بعض خبر تاني بس خلينا أقول لكم يعني إن موضوع الزيارة اللي تكلمت عنها كل وكالات الأنباء لها جوانب عديدة جدا خلينا نقول إن في ناس تكلمت وفصلت قالت إن إحنا مثلا بنتكلم على أساس إن ألمانيا دي دولة صناعية فإحنا بنتكلم فيه جانب اقتصادي فقط لما رئيس الجمهورية يعقد قمة على كل المستويات سواء في البرلمان أو مع رجال الصناعة ويتكلم بالشكل ده مش بس الموضوع ليه علاقة بالجانب الاستثماري أو الصناعي ولو كان ليه علاقة بدأ بشكل مباشر فمعنى إن يكون فيه مستثمرين أو مصانع أو شركات ألمانية ده معناه إن مصر يعني تعتبر من الدول الجاذبة للاستثمار لدولة صناعية كبيرة زي ألمانيا فدي نقطة نحط تحتها خط لأن دي برضو كانت من النقاط اللي كانت فيه ثناية هذه القمة قمة مصر ألمانيا طبعا يعني الكلام عن مثل هذه القمة لا ينتهي بس خلينا إحنا أكيد طبعا هنتكلم بعدين في هذه النقطة ويمكن بكرة كمان ممكن لنقشها بالتفاصيل أكتر مع ضيفنا اللي هيكون معنا في فقرة استهم